نظم صباح اليوم اتحاد الصحفي نتشادين يوما تفاكريا حول ملابسات اختفاء الزميلة نوبا دم ستناه الذي غابان الأنظار منذ ثلاثة سنوات ترأس المناسبة رئيس الاتحاد بجانب مدير الموارد البشرية بوزارة العلام تقرير عيشة حمدوقي يقال في أغلب الأعلى أن الصحافة هي مهنة المتاعب وهذه الحقيقة لا يعلمها إلا من تقرب إليها وآيش جو هذا المجال وليس من المستبعد أن نرى فيها مختلف الحالات فموضوع اختفاء الصحفي نوبا دم ستناه والذي غاب عنا في ظروف غامدة في الرابع من مارس عام 2014 وحتى الرابع من مارس 2017 أثناء مهام عمل أوكل إليه خارج البلاد حيث نظم اتحاد الصحفيين الشاديين يوما تفاكريا لتبادل الأفكار حول ملابسات الحادثة الذي مر عليها ثلاث سنوات وأثناء ذلك تعاقبت العديد من الكلمات في مقدمة ذلك كلمة رئيس اتحاد الصحفيين الشاديين لارميلا جين الذي طلب في مداخلته من الهكومة الشاديية ووزارة الإعلام ووزارة الخارجية بالعمل والتقصي عن أثر الصحفي نوبا دم ستناه كما قامت لجنة مسخر مكونة من عدد من أعضاء الاتحاد لمعرفة بعض الهقائق إلى أن وصلوا دولة الكاميرون لمعرفة ما إذا كان هذا الصحفي حيا أو ميتا نقابة العاملين بوزارة الإعلام من جهتهم لم يجلسوا مكتوفي الأيدي منذ وقوه هذه الحالة وقد خلص هذا اللقاء ببعض المطالب والذي حددوا خلالها تكوين لجنة ضم أسرة الصحفي وعدد من موسري وسائل الإعلام العامة والخاصة كما رفعوا طلب إلى شركة الخطوط الكاميرونية بفشل ألف لجمع المعلومات حول مسألة اختفاع الصحفي نوبا دم ستناه